أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا كيفك؟ يا أهلا وسهلا حضرتك رئيس المركز الإسلامي للدراسات والأعلام القادر الشيخ خالدون عراين صحيح ألغني عن التعريف بالطبع أهلا بني تجيب اليوم موضوعنا هو الحجاب البعض انتشرت حوالي آخر أسبوعين موضوعين ضج فيهن البلد بلبنان لأن واحد بشمال لبنان والآخر انتشر على اليوتيوب معرفنا مصدر المنطقة الأول كرمال البوركيني والثانية فتاة اللي حنشوفها بالصورة بس ما حنستسمع على الفيديو والثانية فتاة عم تقول نتيجة الحجاب تخرجت من الجامعة وما عم تلاقي شغال السؤال هو اليوم شو المسموح بالحجاب هالمسموح تنزل بالبوركيني هالمسموح إذا راحت عملت بانكينج تشتغل ببنك عادة شو المسموح للمحجبة الحقيقة الحجاب بالأساس هو فرض على كل مسلمة بلغت وصلت بلغت مبلغ النساء وهو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى والتزم بها المسلمون منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة والتابعين وإلى يومنا هذا وهناك نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وإجماع العلماء والفقهاء على أن الحجاب للمرأة هو فريضة ويقصد من ذلك هو الحفاظ على المرأة واحترامها وتقديرها وهي جوهرة يحافظ عليها لأنها لها مكانة كبيرة وقيمة في الإسلام هذا من حيث المبدأ ثم بعد ذلك أمام قانون الموجود الآن في بلادنا أو في العالم وهو حقوق الإنسان حق الإنسان من حق المرأة أن ترتدي الحجاب كما أباح لها هذا القانون أو حق الإنسان في الحياة أن لا يرتدي الحجاب فالغريب أن المجتمع أو بعض وجوه المجتمع ترى بخلع الحجاب حرية شخصية وترى في ارتداء الحجاب شيء يناقض الحرية وفي تاريخنا الإسلامي من 1400 عام حتى الآن كان الإسلام أكثر ديمقراطية وأكثر حرية من كل الأنظمة الوضعية انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وجادلهم بالتي هي أحسن احترام الآخر ورأي الآخر ومن هنا كان قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمر بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة أنا أحببت أن أقول هذا هذه المقدمة لأقول بأن ارتداء الحجاب إذا كان واجبا شرعيا أو فريضة من الله على المرأة المسلبة وأرادت هذه المرأة أن تطبق ما أمرها الله به فلما نضع عليها فيتو في العمل أو في أي وسيلة من وسائل الحياة أنا أعتبر المؤسسات والجهاد التي تعاقب المرأة المحجبة بعدم السماح لها بالعمل إنما هي ديكتاتورية وإنما هي انتزاع من حرية الإنسان وهو اعتداء على حقوق الإنسان فإذا كان هناك واجب شرع على المرأة المسلمة أن ترتدي الحجاب وهو يحافظ على عفافها وعلى طهرها وعلى مكانتها وأن لا تتحول إلى سلعة ينظر إليها وتعامل لا كإنسانة تفكر وإنسانة عاقلة واعية ومثقفة وإنما تعامل من ناحية الجمال من حيث الشكل من حيث الشعر من حيث الأمور كثيرة متعددة إذن أنا علي أن أتعامل مع هذا المخلوق الذي هو المرأة أتعامل معه كفكر كعقل كوعي كالتزام ولا أتعامل معه كشكل الشكل الشكل مهم لكن لا قيمة للشكل إذا كان بدون مضمون فمن هنا أقول أنه إذا كان الحجاب هو فرض من الله سبحانه وتعالى على المسلمة أو على المرأة المسلمة والتزمت بهذا الحجاب يحتج البعض أما المرأة التي تكون كاسية النساء الكاسيات العاريات التي تجديهن تجديهن في كثير من الشوارع والمدارس والمكاتب يعني كأن تحولت هذه المكاتب أو هذه الشركات أو هذه المؤسسات إلى مكان للنظر إلى المرأة وإلى الفتنة وإلى الفساد ما رأيك اليوم باللباس البوركيني يعني البوركيني يشوف لكل ما يستر الجسم ويمنع الفتنة لا بأس به يعني البوركيني هذه في أراء متعددة فيها بالوقت الحاضر خاصة مع أي أراء حضرتك أنا مع الرأي اللي أن تكون المرأة تلبس اللباس الذي يحافظ على حشمتها وعلى كرامتها وعلى عفافها وأن لا تظهر زينتها إلا لزوجها أو أبنائها أو إخوانها أو النصوص التي أشرت عليها النصوص الشرعية يعني بتنزل على البحر بالبوركيني ولا لا أنت ما حضرتك تنزل على البحر بالبوركيني بمسبح خاص بالنساء هذا هو الجواب بمسبح خاص وليس بمحل مختلط لأنه لا يجوز للمرأة أن تبرز مفاتنها إلا لزوجها أو أبنائها حتى ولو كانت لابس البوركيني حتى ولو كانت لابس البوركيني يعني تلبس البوركيني وتنزل على مكان مخصص للنساء مكان مخصص للنساء وهذا طبيعي لها الحق مثل مثل من هنا نحن ننظر إلى الموضوع من زاوية أنه حرية الإنسان إذا كان الرجل من حقه أنه ينزل يسبح فمن حق المرأة أنت نزل تسبح هذا السباح يجب أن لا تخرج عن الانتظام العام عن أخلاق المسلم عن التربية الصحيحة في البيئة الإسلامية للحفاظ على طهر المجتمع وعلى طهر الأسرة وعلى كرامة الأسرة والنص القرآني واضح يعني القرآن سبحانه القرآن الكريم يعني قال بالقرآن الكريم والذي ضربنا بخمورهن على جيوبهن بمعنى أنه يسترنا الرأس والعنق والصدر لأن هذه الأماكن هي مكان مكان فتنة للرجل ومكان تثير انتباه هذا الرجل فنحن نريد أن نتعامل مع المرأة كمخلوق مؤمن صالح له فكر وله عقل وأنا أحكم على المرأة من خلال عقلها فكرها وعيها إيمانها التزامها ولا أتعاطى معها كوسيلة من وسائل الترفيه أو أن أظهرها لكي تكون سلعة توزع مفاتنها على الناس ليكون مدخلا لفساد الأسرة وفساد المجتمع وفساد الوطن ذكرت العنق أنه لازم يكون مغطى صحيح اليوم عم نشوف في شي دارج يلي هي البوني شي من القطن عم بينحط كحجاب عم تظهر كافة العنق أو كمان عم بيحطوها لوسط الرأس ويسمى بالحجاب وعم بيكون اللبس على قد الجسم هل هذا تشميح للحجاب شوف لقليل المقصود بالحجاب هو أن تستر المرأة كامل جسدها باستثناء وجهها وكفيها وهناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن إذا بلغت المرأة مبلغ النساء فتغطي كامل جسمها معدى وجهها وكفيها معدى الوجه والكفين وما دون ذلك فهو يتناقض مع الحجاب الذي أباحه الإسلام أو الذي شرعه الإسلام والحجاب الذي أباحه الإسلام وليس يعني مقتصرا على فئة من الناس أو على عصر من العصور وإنما بدأ مع الرسول عليه الصلاة والسلام واستمر مع الصحابة والتابعين وبقية العهود الإسلامية إلى وقتنا الحاضر ثم بعد ذلك الحجاب منصوص عليه في الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن الكريم في التوراة وفي الإنجيل وقبل ذلك في صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني كل الأنبياء وكل الرسل الذين ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم لتصحيح مسيرة الحياة كان ضمن هذه الآداب وضمن هذه المبادئ العامة للحفاظ على كرامة الإنسان وكرامة المرأة واستقامة الأسرة أن المرأة تغطي شعرها وعنقها وكامل جسمها باستثناء وجهها وكفيها وهذا موجود في كل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن الكريم والمستغرب الآن لما تثار هذه القضية في وسائل الإعلام في الكثير من المجتمعات خاصة وأنها حرية شخصية والآن المجتمع ينادي بالحرية فلما نحن نسمح للمرأة لأن تكشف كل ما لديها من مفاتن نسمح لها وهذا حضارة وهذا شيء يعني مميز أما المرأة التي تريد اقتنعت وآمنت وصدقت بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأرادت أن تظهر بمظهر المرأة الجميلة المرأة المتسترة المرأة الأنيقة المرأة التي تحافظ على مكانتها وأن يتعامل معها الناس وأن يتعامل معها المجتمع كمخلوق له فكر له عقل له اتزان له وجهة نظر له إرادة له دور في بناء المجتمع في بناء الأسرة في بناء الحياة لما تريدون أن تصغروا وتحقروا هذا المخلوق الذي خلقه الله وأوصى به محمد عليه الصلاة والسلام بقوله رفقا بالقوارير والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا أنا عندما استوصي بالنساء خيرا أن لا أستعمل هذه المرأة واضطرها لأن تستعمل كسلعة تسوق لهذه البضاعة أو ذاك. يعني المرأة الآن التي تحترم نفسها وتحترم ذاتها وتحترم جسدها ترفض أن تتحول إلى سلعة لكي تكون مكانة دعوة الناس لشراء هذا المنتج أو ذاك المنتج. يعني نحن عندما نحافظ على المرأة وعلى كرمتها وعلى سمعتها وعلى عفافها وعلى طهرها هذه حرية. وكذلك المرأة الأخرى أننا لا نعيش الآن في مجتمع إسلامي وفي نظام إسلامي. وإنما نعيش في مجتمع له الحرية. إذن المرأة المسلمة لها الحرية أن ترتدي العجاب. ولا يجوز لا إنسانيا ولا خلقيا ولا قانونيا أن تمنع المرأة من أن تعمل في البنك أو في إدارة أو في وزارة. زنبها الوحيد أنها عفيفة. زنبها الوحيد أنها محجبة. زنبها الوحيد أنها ملتزمة. ومتى كان الالتزام والعفاف والحجاب خطيئة. هناك في مغالطات في ثقافة الناس. هل يجب أن يكون بانك إسلامي؟ لا أبداً. أنا أنطلق من منظور أن المرأة المحجبة لها الحق في أن تعمل أي عمل لا يتناقض مع عفافها ومع كرامتها ومع سمعتها. لكن البنك التجاري ألا يتناقض مع الحجاب؟ لماذا يتناقض مع الحجاب؟ السؤال لماذا؟ لماذا هناك بانك إسلامي؟ أنا أريد أن أأتي على بانك وأتعامل مع بانك عادي. أنا أريد أن أتعامل مع البانك بحكم مصالح. ولا رايح أنا حتى أرى هذه الست أو تلك. وأقف حتى أعتبرها كأنها مكان للفرجة أو مكان لشد الزبائن. ما بجوز. هذا إهانة للمرأة عندما تستخدم المرأة لأن تكون سلعة لتسويق هذا المنتج أو ذاك. أنا أتعامل مع المرأة المحجبة العاملة كما أتعامل مع الإنسان الرجل العادي. أتعامل مع فكرها، مع عقلها، مع وعيها، مع ثقافتها، مع كونها. تحمل كفاءات. أنا معك حضرة الآدي. ولكن الحجاب لا يتناقض مع بنك تجاري. لماذا؟ لماذا بنك إسلامي لك؟ لماذا في أشخاص لا يضعون متدينين والمتزمين دينية؟ لا يضعون أموالهم، إداء أموالهم، حتى بيخبون ببيتهم؟ إذا كان لديك امرأة وهي مضطرة للعمل. أنا شخصيا، أنا شخصيا وجهة نظري الشخصية أنه عادة المرأة ما مطلوب منها هي أن تعمل. الرجل هو واجبه أن يحتضن المرأة، ويقوم بالإنفاق عليها، وعلى أولادها، وأن تكون هي سيدة البيت، وتكون هي المدبرة، هي عليها مسؤولية كبيرة، هي أن تنشئ جيل، أن تهيي أجيال قادمة للحفاظ على المجتمع، وعلى الوطن، وعلى الأمة، لها جوانب اجتماعية تتحرك بها، هذا صحيح. لكن ما مطلوب من المرأة أن تنتج وتقف وتقاتل وتناضل وتعمل ليلة نهار، ثم بعد ذلك تريد أن تدرب بأجيال. إذن أنا أحمل المرأة فوق طاقتها. الواجب الرجل يقوم بواجباته كزوج وكأب وكرب أسره، والمرأة تكون بواجباتها الاجتماعية والتربوية والتي تحافظ على الأسرة. هل في رجل اليوم يتزوج أو يقبل على الزواج من فتاة لا تعمل؟ من الأول يكون الشرط وبدايةها إيدة بإيدة؟ هذا صحيح؟ هذا يتناقض مع رجولة الرجل، ومع ثقافة الرجل، ومع كرامة الرجل. أنا لا أريد إمرأة أن تساعدني حتى أبني بيت. إما أن أبني البيت وإما أن أقوم بهذا الواجب الشرعي. وإما أن هناك في علامة استفهام على دوره كرب أسره وكقيم على أسرته وعلى عائلته. وإذا كانت تعمل، كيف يجب التعامل معه؟ أفضل، أفضل، إذا كانت هذه السيدة، أشوفي، القاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح المحذورات. إذا كانت المرأة هي عند استعداد وهي أرادت أن تقف بجانب زوجها ليكونها معاً أسرة، هذا لا بأس، هذا عمل طيب. لكن من مفروض هي أن نفق على من؟ على الرجل أو على المرأة؟ من الذي؟ على الرجل على الرجل، إذا لماذا أنا أطلب من المرأة هي أن تنفق على الرجل؟ لماذا أطلب من المرأة أن تنفق على البيت؟ مطلوب الرجل هو أن ينفق. هلأ شيء جميل أن المرأة حبت أن تقف بجانب زوجها، هذا عمل طيب وهذا دليل ألفة والتعاون بين الأسرة. لكن هذه المرأة إذا اضطرت للعمل في بنك غير إسلامي، لها الحق في ذلك. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات مضطرة للعمل. لكن الأولى للمرأة المسلمة التي تستعمل في بنك إسلامي، إذا كان العمل غير متيسر، فلا بأس إذا كانت هناك ضرورة أن تعمل في مجال آخر، بما يحافظ على كرمتها، وعلى التزامها، وعلى عفافها، وعلى دورها الذي مطلوب منها شرعاً. نرى آخر الفيديو للفتاة التي نشرت الفيديو، وطلبت من رجال الدين التفاف أو إعطاء الموضوع حق الفتاة المحجبة والحجاب أكثر حقاً. ويساعدون بتأمين الوظائف؟ هذا واجبنا ستنا. نحن واجبنا سواء كنا علماء أو فقهاء أو مشايخ أو مسؤولين في مؤسسة الدينية أن نساعد كل مرأة وكل رجل هو بحاجة إلى مساعدة. سواء كانت محجبة أو غير محجبة، وطبيعي المحجبة لها الأولوية، هذا واجب شرعي بالنسبة لنا. بل واجبنا نحن أن نساعد كل الناس أيًا كان للرسول عليه الصلاة والسلام. علمنا بأن الخلق كلهم عباد الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعباده، يعني أنفع الناس لعباده. أنا كمسلم واجبي الشرعي والخلقي والإنساني أن أكون رحمة لكل الناس ومن أبواب الرحمة أن أساعد كل إنسان ومن باب أولى المرأة المسلمة أو الرجل المسلم حتى الرجل الغير مسلم أو المرأة الغير مسلمة أنا واجبي كمؤسسة أن أساعد الجميع. لأن الإنسان هو بحد ذاته مكرم انطلاقاً من قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان المسلم الواجب الشرعي يقتضي عليه أن يكون الإنسان المثال. المثال في تعامله مع أسرته مع مجتمعه مع بيئته مع المجتمع البشري كله. ولذلك سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر الأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الخطاب للناس يا أيها الناس والخطاب الكثير من الآيات القرآنية تقول يا أيها الإنسان ويا أيها الناس. إذن أنا مأمور من الله سبحانه وتعالى أن أتعامل مع الإنسان كإنسان. ثم بعد ذلك يزداد تكريمه أو يقول هذا التكريم بقدر قربه من الله سبحانه وتعالى. سنرى آخر دقيقة من الفيديو لأنه طويل. بأول الفيديو الفتاة بتقول أنه حتى تلاقي وظيفة في لبنان. يا أما بدك تدفع لحدا يا أما بدك واسطة حدا يا أما بدك تعرف كثير حدا لتتسهل معك أو تشتغل. بس اتفاجأت أنه حتى الحجاب صار عائد. علما أنه هذا الموضوع كبير عندنا في لبنان صار. فرص العمل كثير قليلة يعني موقفت عليها كمحجبة. أيضا في كثير صبايا غير محجبة عم بيتخرجوا من الجامعات. ما عم بلاقوا فرص على العمل لأنهم ما نمنون تأمين لأي خط فيها ولا لأي خط فينا. شيء مؤسف. يعني شيء بالفعل مؤسف. هذه ظاهرة مرضية. إذا تجوزت لأمنا تجوزت موقفين أن نشغلها. وكان عنوان عريض الأسبوع الماضي. إنه وزير الخارجي للأسف حط عنوان لوظيفة طلب وظيفة. وضمن الطلب قال من هل المزوجين الفتيات. يعني ما يعني وزير الخارجية مع أولى على الهوى. أنا وزير الخارجية اللبناني ليس هو القدوة الحسنة في لبنان أو في غير لبنان. أنا علي أن أتعامل مع المرأة كمرأة. سواء كانت محجبة أو غير محجبة. سواء كانت متجوزة أو غير متزوجة. أتعامل معها كإنسان مخلوق. له كرامته وله فكره وله وعيه. عندما أصنف المرأة المتزوجة غير المتزوجة والمحجبة غير المحجبة. هذه علاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أنا كإنسان مسلم أدعو المرأة لأن تتحجب. لكن إذا لم تتحجب هذا بالنسبة لي أنا واجبي أن أقف وأكرمها وأشجعها على الحجاب. ولا يعني ما يحصل الآن على الساحة اللبنانية من فساد وإفساد وسوء معاملة وبطالة وهجرة وفساد على كل المستوات. هذا ليس نموذجاً جيداً وإنما هو نموذج سيء علينا أن نتخلص منه جميعاً. شطحنا بالوقت كلامك كثير حلو وأكيد كل المشاهدين المستمتعين لحن نختم بالفيديو. ولكن جواب سريع هل موضة الحجابة لدرجة اليوم البناء على الرأس ببين العنق ونلبس على قد الجسم تشوه نظرة المجتمع للمحجبات وللحجاب؟ أم أنت المهم عندك غطوا رأسك؟ لا 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 ليس المقصود بغطاء الرأس فقط. المقصود بالحجاب هو عدم إظهار مفاتن المرأة أمام الأجانب. يعني بلاء أحسن. تمام. أنا ما بدي أقول بلاء. لا ما بدي أقول بلاء. إما أن تتحجب حجابا شرعيا كما ينص عليه الفقهاء والعلماء وأهل الرأي وما درجة عليه المسلمون من ألف ورمائة سنة أو حتى الآن أو أنا لا أستطيع أن أسميه حجابا. سميه غطاء للرأس سميه ما شئتي لكن الحجاب الشرعي شروطه معروفة. وهو المرأة أن تغطي كامل جسدها باستثناء وجهها وكفيها. وأن لا تظهر مفاتنها إلى الأجانب التي هي غير زوجها والمحرمين عليها. والبركيني لمسبح النساء. والبركيني لمسبح النساء فقط. ليس لمسبح المختلط. أبدا. شكرا. هو من حيث المبدأ السباح المختلطة غير جائزة وشرعا ومخالفة شرعية. وما بجوز. شكرا رئيس المركز الإسلامي. يا أنا وصا. أنا محجبة أنه صري حجاب. العالم اتطورت. الأوروبيين صار ما عندهم نشلب الحجاب. بس نحن في لبنان اللي تزيد تعاستنا وسوق أحوالنا بدنا نحط أقل شغلة على هؤلاء عالمي اللي عم بدهم يشتغلوا ويتخرجوا جداً. ممنوع تشتغلوا لأنكم محجرين. هذا الموضوع قلت بحاول معكم فيه على الفيسبوك عمواقع بتواصل اجتماعي لأنه يمكن أسرع طريقة لوصل فيها صوتي وفكرتي. وبيدي وصل رسالة صغيرة لأبناء طايفتي والديني، يمكن طايفتي لأبناء ديني، إن كانوا من أي طايفة اللي كانت. أنه نفتح بواب لباناتنا وشبابنا يشتغلوا عنا لأنه ما بعتقد غير كن هيشغلونا. وهيدا موضوع جداً. بعتقد صار لازم ناخد مبادرة ونشغل ولادنا يلي عم يروحوا يتبهدلوا قدام الناس لأنهم حجبين. اشتركوا في القناة